تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو نائب الأمير وولي العهد شيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله وحرصا من دولة الكويت على الوقوف لجمهورية لبنان وصلت ظهر أمس طائرة من القوة الجوية الكويتية إلى بيروت محملة بالاحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة وذلك لتأمينها للمتضررين جراء حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بالأعمال الإنسانية هي السباقة بالمساعدات الخيرية لم تتوانى لحظة عن تقديمها للملهوفين فبعد أن ناشدت المستشفيات اللبنانية بعدم قدرتها على الاستيعاب المزيد من الجرحة ونقص في المستلزمات الطبية جراء انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي هز لبنان والعاصمة وضواحيها لبت دولة الكويت النداء حيث سارعت بإرسال طائرة مساعدات مزودة بكافة المستلزمات الطبية وذلك بتوجيهات من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لمواجهة آثار الانفجار انطلقت طائرة صباح هذا اليوم طائرة عسكرية وصلت ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي تحمل مساعدات طبية تعبيرا عن تضامن ووقوف الكويت إلى جانب لبنان الشقيق وإن شاء الله ستستمر للمساعدات وزارة الصحة اللبنانية تقدم أسمى التحيات وتشكرات لدولة الكويت مركز العمل الإنساني ولقائد العمل الإنساني حضرت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه على جهودها الإنسانية في إسعاف الجرحة باسم معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسام نتشكر دولة الكويت حكومة وشعبا على هذه اللفت الإنسانية وهذه ليس بغريبة على دولة الكويت الصباقة إلى فعل الخير والوقوف إلى جانب أشقاء العرب وتحديدا لبنان جدير بالذكر أن بعض المستشفيات القريبة من مكان وقوع الانفجار دمرت بالكامل وأن دولة الكويت ستقوم بإرسال المزيد من المساعدات الطبية والغذائية إلى لبنان واللبنانيين تضامنا معهم جراء الحادث الأليم والمفجع طائرة مساعدات طبية قدمتها دولة الكويت كمبادرة إنسانية للمتضررين من الانفجار مريم حموية تلفزيون دولة الكويت بيرو أي صدر الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سفير دولة الكويت لدى نبنان سعادة السفير عبد العالق ناعي مساء الخير سعادة السفير نتمنى لكم السلامة ولكل مواطن كويتي في ظل هذه الظروف أن يكون بخير وسلامة كما نتمنى أن تتجاوز لبنان وشعبها هذا الظرف الأليم سعادة السفير حدثنا بداية عن رعاية الكويتيين في لبنان وأحوالهم بعد هذه الكارثة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بسيح السلام فور وقوع هذه الكارثة في بيروت وكالعادة في مثل هذه الأزمات والكوارث تم تفعيل غرفة العمليات ما بين السفارة في بيروت ووزارة الخارجية في الكويت وتمثيذا لتعليمات معاني وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر الصباح ومعالي نائب الوزير الأسف السفير خالد الجار الله تم التواصل مع أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين أبلغون مسبقا بتواجدهم في لبنان للإطمعنان عليهم وعلى أوضاعهم ولله الحمد لم تكن هناك أي إصابات تذكر ما بين المواطنين الكويتيين سوى مواطن كويتي واحد تعرض لجروح طفيفة وتلقى العلاج في أحد المستشفيات وغادرها على الفضل ومواطن آخر قد تضرر مسكنه فتم نقله إلى أحد الفنادق وتوفير سكن بديل له بمعرفة السفارة وبتوجيهات القيادة الكويتية حفظها الله أما على الصعيد التواصل ما بين القيادتين الكويتية واللبنانية فإن التواصل مستمر على أعلى المستويات وتم البحث في سبل وإمكانية تقديم المصير ووصلتنا احتياجات لبنان وبالفعل وصلت طائرة عسكرية ظهرها هذا اليوم وهي أول طائرة تصل كطائرة مساعدات حاملة معجاب طبية واستشفائية إلى مطار رفيق الحريري وسيكون هناك جسر جوي من الطائرات الإغافية حيث من المتوقع أن تصل طائرة أخرى يوم غد تحمل موابط طبية وغذائية وستتواصل بإذن الله الرحلات سباعا لتمكين الأشقاء في لبنان من تجاوز هذه الأزمة نعم سعد سفير دولة الكويت نتمنى لكم السلامة وللمصاب الكويتي ألف سلامة وأن يحفظكم جميعا وأن تعود لبنان إلى سابق عهدها إن شاء الله شكرا سعدت السفير عبد العال لقناعي سفير دولة الكويت لدى لبنان ترجمة نانسي قنقر